أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيق نسخ في العاصمة السويدية سوكون وذلك في تحدي سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وينتهك مقدساته في بيان الله أكدت وزارة الخارجية أن مصر تعرب عن بالغ قلقها إذا أتكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول بما ينذر بتدعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان وأكدت مصر على ضرورة أن تطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبها